زار رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركون عبد الفتاح البرهان مدينة دنقلة بالولاية الشمالية في إطار زياراته الميدانية للولايات للوقوف على مجمل الأوضاع وعقد رئيس مجلس السيادة اجتماعاً مع حكومة الولاية الشمالية وقادة الأجهزة النظامية بالقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات كما تلقى تقريراً حول مجمل الأوضاع بالولاية لسيما الأوضاع الأمنية كما تفقد البرهان الجرحى والمصابين في معركة الحسم ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة